السلام عليكم يا شباب رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد من فيديوهاتنا وهنتكلم في الفيديو ده عن موضوع اليوريتر اليوريتر او الحالب هو ريترو بيريتونية وراء البيريتون لانه يبدأ من الكدني وينتهي بالامر لحد ما يصل اليوريتر او المثانا طيب تعالنا نفتكر كده حاجة عن الكدني كنا بنقول ان احنا لما نقص كده في الكدني كنا بنقول ان الكدني لها كورتكس من برا ولها من جوة مضلة المضلة كان بتحتوي على حيات كده عاملة شبه المثلسات كنا بنسميها البيرامدس كل واحد من البيرامدس دي بيفتح في حتة كده اسمها الماينوركاليكس والماينوركاليكس بتتجمع عشان تديني حاجة اسمها ميجوركاليكس تعالوا بقى نشوف موضوع الماينوركاليكس والميجوركاليكس ده بص كده تخيل معين يدي دي كده كده بيقولك ان كل مجموعة من الماينوركاليكس بالشكل ده كده بص كده بص كده بص كده بص كده بص كده كل مجموعة من الماينوركاليكس بتتجمع مع بعضها بسم الله بص كده بص كده بص كده بص كده ده ميجور كاليكس وده ميجور كاليكس وده ميجور كاليكس جاي من ماينور كاليسز فوقها هي بيفتحها في حتة وسع كده اسمها الرينال بيلفس. الرينال بيلفس. ومنطقة الرينال بيلفس دي هي تحديدا بلاية اليوريتها ربطعة. اليوريتر بيبدأ باتحاد اتنين الى تلاتة ميجور كاليسز جايه من اتحاد الماينور كاليسز اللي هي كجاي اصلا من الدرينالج بتاع اليورين اللي جاي من البرامدز. عشان يكونوني منطقة متسعة فانلشيف دي يعني حاجة عاملة زي الامع كده. عشان يبدأ تكوين اليوريتر. الحتة الفانلشيف دي دي بنسميها البلفيس اف ديوريتر. طيب. بص كده. اليوريتر بينزل بالشكل ده. عشان ينتهي داخل اليورينار بلاتور. دول التو يوريتر في واحد منهم راية واحد منهم ليفت. بيبدأوا من البلفيس اف ديوريتر عند الهايلة مثال كدني وبينتهوا في اليورينار بلاتور على البستيريو سيرفس بتاعها كده. في منطقة مثلسة الشكل. هني دارسها بالتفصيل بعدين اسمها الترايجون. هما بينتهوا في السيبيرو لاترال انجل. بص كده. ده الابر بارت بتاع الترايجون على اللاترال والسيبيريور انجل بتاع الترايجون بينتهي اليوريتر. طول اليوريتر من ساعة ما بدأ لحد ما انتهى حوالي تقريبا عشرة انشز ومقطعه حوالي ستة مليميتر في الدائمتر. اليوريتر. اليوريتر بيمشي في كورس نصف الكورس العلوي بتاعه. موجود في الابدومن. لانه بيبدأ اصلا في البستيريو ابدومن الولميال كدني. والنصف السفلي الاخر من الكورس داخل في البلفس. منطقة الحوض عشان يدهي في اليوريتر اللي هي اصلا موجودة داخل البلفس. فيه كده. عشان بس اني احنا عارفينه. تعالوا عايز اواريكم حاجة. عالوا نرسم كده. فاكرين الجزء بتاع الهايلا متاع الكدني كان اصاد الفقرة. اللي اثنين. اللي تلاتة. الاربعة. اللمبر الخمسة. طيب. بعد كده طبعا اكيد هتتكون السكرة. مش عايزين ندخل في موقفين طويلة يعني بس السكرة ما هتتكوني. انا بقول كده ليه. ان كان عندي ارتري كده مهم اسمه الاورطة. الاورطة كان بيجي ينقسم كده الى كومان اليك على الرايت سايد. كومان اليك على الافت سايد. بعد كده يجي الكومان اليك ينقسم لاتوب برانشز انترنال اليك واكسترنال اليك. بص كده. انترنال اليك واكسترنال اليك. لما اجا اقولك كده اليورطر مشي فين هتقولي والله يمشي عند البيفوركيشن بتاع الكومان اليك. وتحوله من كومان اليك الى انترنال اليك واكسترنال اليك. ماشي كده ما بين البايفوركيشن بتاع الكون Idaho الى Internal Iliac و External Ary ايليك ارتري. ده كده. انترنال انترنال ايليك ارتري. وده اكسترنال ايليك ارتري. وده كومن ايليك. نعملنا اللي فوق ده الابدوم اليوريتر هو ماشي في الابدومينال بارت بتاعه. هتلاحز ان اليوريتر ماشي ده من الورت ونزلت سلايتلي ميديالي. اللي تفصل ما بين الابدومينال بارت بتاع اليوريتر والبلفك بارت بتاعه هو دخوله قدام بتاع الكومن ايليك الانترنال ايليك واكسترنال ايليك. البلفك بارت بتاع اليوريتر بيمشي فيه عند وبعد كده يبدأ يتجه ناحية اليورينا البلدر وطبعا في البلفك يختلف في الميل عن الفيميل بماين الفيميل في عندها اليوريتر باسمش موجود عن الميل. فاحنا مش بتاعتي مش ضروري ان انا اعرفها. لانها هتبقى كانها بتاخد الابدوم من فوق اللي تحت بس انت في حفيلة معينة لازم تكون عارفها. هتكون عارف ان اليوريتر هو نازل في الابدوم يماشي جنب الترانزفيرس بتاعت ت experienced الأمام بتاع اليوريتر. من اول الاتنين حد الاخمسة جنب الترانزفيرس لما يجي يدخل البلفيس بعدي قدام البائيفوركيشة بتاع الكومن إليك. وبعد كده يوصل اليورينا البلادر يتجه الابام عشان يوصل اليورينا البلادر عشان ينتهي في مطيسة تراجون في السوبييرولاتر الانكل سوف نسمعه من الانتير ابدمين الول تعال نشوف كده من الانتير بدون من الول نريد ان نعمل السيرفس الانت عندي حقا اسمها تيرسبير ال الى اكسباين تيرسبير ال الى اكسباين انا احيط تانية هذا القفص الصدري هو اربارت القفص الصدري هذا اخر ضلع واضلعين بيجوا اتحدوا عن طريقة زيفوية بروسس بتاعة الاستيرنة اوكي تبقى كده الصورة على قفصة دي كده تبقى لي على طول البيلبس بتاع اليوريت اعطاق لم يكتباش هحكدني تبقى لي ان الليفل بتاعه كده الليفل اللي هو قصاد ال 2 ده بنسميه سخطاقى بلين قم بقولون الليفل ده هو الليفل اللي بيعدي فيه البيلوراس البيلوراس بتاع القفص يجب الليفل ده كده اللي هو فتحة البوابة بتاع القفص تبقى لي ان الضด يوجد تحت صوية كده ترانس باي لوريك بلين لو حطنا نقطة على الترانس باي لوريك بلين و 2 إنش من الميد لين زي دي كده ووصلتها بنقطة هنا اسمها البيوبك تيوبركل شد خط ما بينهم بص كده شد خط ما بينهم بالشكل ده كده دي اسمها ايه البيوبك تيوبركل دي سير ساناتومي بتاعت اليوريتر على الانتير ابدومين الول طيب على الوستير ابدومين الول قالك بص كده انا هرسم صورة دي من الجنب اللي هنعملها حاجة جفيرة كده اللمبر فرتبري القوية اللمبر فرتبري التانية اللمبر فرتبري التالتة اللمبر فرتبري الرابعة الخمسة وأكيد تحتهم الساكرام والكوكسكس بص كده كل واحدة من الفقرات في لها ترانسبرسي بروسيس اشتركت في لها سبعين اشتركوا في قدرين عدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عندي بص كده دي if-1 ability F-2 area المعرض النبوية المعرض النبوية دي針él ال活اكفي هتحزن ان فنان env-1 ہیں ان نعرض نفس المعرض الن何 الان حسن الفن التحط ان numberו لما احضد التفى ذلك للحفيارсنتر على صغيرة مبالشتские أين نضعه للعرض النبوية ليه انا اخترت الاسبين? لان الاسبين تحت السكن. فقدر احدادها بشكل سهل الاسبينتYA من فوق. اقدر الانزل تحت السكن. بصQUE DE البستير، ابدومنا الاول .. بتاع شخص دس البسكن. اهذه. شايفينو الجروف ده؟ الجروف ده مشايف ان لو انا حطت ايدي في الجروف ده اقدر على approached bald spines اه expansion انا نزل كده. طيب شايف منطقة هي الناس و هي على الجانب الكور تحت فوق منطقة البلبس فوق البطكس مباشرة تأتي الناس لك دول اسمه البسيور سيبير و إلك سباين بالمطقة اللي بتحدى مثل البسيور سبير و إلك سباين awter gara على جانبه طبعا بداية الكوكسكس فقالك بسiale gases Dia عند السباين بتاعة ال Fab Line واخد نقطة تانية عند البستيريو سيبيريو إليك سباين والاسم مريك البستيريو سيبيريو إليك سباين دلوقتي وشد دي لاين فيرتكال ما بين الاتنين بص كده ده اليوريتر او تحديدا الابدومنال بارت بتاع اليوريتر الابدومنال بارت بتاع اليوريتر قالك بيعدي ميديا للاسكال سباين و بعد كده يتجه للأمام عشان يدخل في البستيريو وال بتاع اليوريناير بلدر هذا اليوريناير بلدر على السيفس بتاع اليوريتر على البستيريو الابدومنال بارت نقطة اتنين انش من الميدلاين قصاد لامبر او الاسباين بتاعت اللامبر بتبري الرقم واحد اليها تقريبا تبقى عند الابهر بوردو بتاعت الي اتنين بس ان حدلت little sphin لان احنا قدرنى نفسها من البستيور ابداومنال بالاعين لو بطبت تاعتب كده على ضار يقول عيد sphin في كل الفخرايات تمتد حد tę holes الي بيصل للبستير والبستير وال continuum اللي هي النقطة دي كده هي المنطقة الدي دي كده ودي كده بعد كده بيعدي وراء الاسكيل سباين ثم يتصل بالبستير البلدار في البلفس أهم حاجة عايزة بتعرف أماكن الكنيستريكشنز اللي بتحصل في اليوريتر انها أماكن اللي بتجمع فيها الحصوات أول نقطة بصوا هنعندنا أول نقطة في الكنيستريكشنز دي منطقة اتصال البلفس باليوريتر بمدخل اليوريتر البلفس واسع واليوريتر ضيق فدي أول منطقة بيحصل فيها كونيستريكشن اسمها بيلفي يوري تيريك جونكشن ودي أول مكان يحصل فيه بستيركشن أو استيركشن طيب تاني منطقة بص ماكمل يوريتر بيجي يعدي قدام بتاع الضغط بتاع اللي داخل ممكن يضبط على يوريتر يقفل فدي تاني منطقة طالت منطقة طبعا منطقة منطقة المنطقة دي موجودة فين بس بس عايز بس تفكر المنطقة دي موجودة فين موجودة عند عند مدخل البلفس مصاد بس كده احطيت هنا الهيبون اهتباه في المنطقة دي كده فطبعا ده منطقة اسمها البلفس بريم او مدخل البلفس ودي تاني منطقة ممكن يحصل فيها بستيركشن او يتكبان فيها ستون ثلاث منطقة هو معدي هنا عند الاسكيل سباين دي تلت منطقة ممكن يتكبان فيها ستون ثلاث منطقة هو داخل جوه المسل لير بتاعت اليوريني بلادر الجزء اللي داخل المسل لير بيسموه الانترا ميورال بارد الجزء اللي داخل المسل ميورال جامل مسل دي بارد ممكن يحصل فيها بستيركشن اخر حاجة الأوريفس فتحته هو بيفتح في اليوريني بلادر طبعا لان الوول بتاع اليوريتلوضر فيه مصل فممكن المصل ازتغضغط عليه بتقفله الغلاط صلاي بتاع اليوريتل الغلاط صلاي بتاع اليوريتل بيجي من اكثر من ارتري تعال نتكلم على الارتري وزيق كده يكون مقابلهم الفينز اول حاجة بص ممكن يجيله من الرين الارتري مثلك ممكن الرين الارتري يقوم بدي برانش اليوريتل مش صعب مش صعب تاني حاجة الأورتة نفسه ممكن يدي برانش لليوريتل بالشكل ده كده تالت حاجة تالت حاجة او رابع لقناmn اليو wheniti بتفرع منه يمكن يدي برانش للأüre او واحد من برانشتي الانترنين стал al-animal والراجوع بص ذا كان 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 هناك برانشت من الانترنل الاليرك يتو поuoص الورينا ولادر بني 선�ост perch كان اسم البرانش يدعي legislature cual妳 و impossible بتم تمrynة الر ai يبقى انا عندي خمس برانشات من الرينا الارتري من الورثة نفسه من الجنادة الارتري من الكومن اليك او برانشاته الانترنل والاكسترنل او من الانفيروفيزايكل الرايح لليوريناي بلادر في حد ذاتها ممكن يدي ليوريطر طيب واكيد الفيناس درينج مقابل للارتريس دي طيب النايرفز بلاي بص كده انا كان في عندي اصلا بليكسوس من النايرفز موجودة حوالي الكيدني اسمها الرينا البليكسوس ممكن تدي بداية نيرفز ابلاي للبلفس بتاع اليوريطر وبداية اليوريطر لما انا كان عندي بليكسوس بارل وفي نيرفز حوالينا الاورتك كان اسمها الاورتك بليكسوس ممكن تبعت نيرفز ابلاي يمشي مع البرانشات بتاعتي توصل اليوريطر يبقى انا تاني حاجة الاورتك بليكسوس ثالث حاجة عند نهاية اللمبر فرتبري بيتكون بليكسوس اوف نيرفز موجود في المنطقة دي كده البليكسوس اوف نيرفز ده دي اسمها سوبيريور هايبو جاستريك بليكسوس والهايبو جاستريك نيرفز اللي تحتها ده بص للصورة كده عند بتاع الاورتة بتتكون بليكسوس اوف نيرفز زي ما نشاهد كده اسمها ايه اسمها السوبيريور هايبو جاستريك نيرف بليكسوس وبعد كده بتتفرع الى تو نيرفز كل واحد منهم اسمه السوبيري اسمه الهايبو جاستريك نيرف على الرايط سايد وعلى الرايط سايد هو ممكن برضو يديو برانشات للاورطة كنيرفز المنطقة اخر حاجة عايز شوية مع الممكن ان كده نتكلم فيها اولا لما اجي افتح البيشنط في العملية اكيد اليوريتر مش هيظهر لي باللون الاحمر والله دهر وكل هيظهر لي اليوريتر هيظهر لي كأنه موسكولار تيوب شايف اللي انا ماشي عليه ده كده الموسكولار تيوب دي هو ده اليوريتر فبيظهر جوال عمليات على انه موسكولار سيك تيوب فمش بيمايز على الارتريز فلازم الجراح يكون حذر ويكون عارف الاناتومي وعارف الكورس بتاع اليوريتر عشان يقدر ينفذ العملية بتاعته بسهولة ويوسر تاني حاجة الاستونز بتاعت اليوريتر غالبا بتكون في الارياز والكونستريكشن في البيلفي يوريتيري جونكشن او عند البيلفيك بريم اللي هي الحتة اللي فيها البيفوركيشن او ممكن يكون عند ميديا الاسكيل سباين او في الانترام يورال بارد بتظهر الاستونز ازاي بص كده ده راديولوجي شايف الفقرات دي الحصار بتظهر ازاي عليك بص بتظهر شايف الحتة دي كده متعلم عليها دي الاستون دي ما تحدد ان هي تقريبا جنب الاستون دي ما تحدد ان هي تقريبا جنب فيبقى كده ايه الحاجة اللي كان بتمشي جنب دي اليوريتر يبقى ديستون موجودة في اليوريتر طبيعي انك متلاقيش حاجة زيها الناحية التانية لان اليوريتر اصلا في الراديولوجي اللي هو الاكس ريز ما بيظهرش لان الاكس ريز بيصور الحاجات ريديو او بيك اللي فيها كالسيام او بيها املح في كالسيام او في السلبيو اوكي ممكن تلاقيها هنا ممكن تلاقيها عند البلفيك بريم ممكن تلاقيها عند اسكيل سباين المهم انك هتعرف ان دي كالسيام استون ريديوبك اه تالت حاجة عايز الكلم عنها البين بتاع اليوريتر بتاع الستونز ده طبعا بيوصل في انه الم رهيب جدا هيجي لك المريض يقول لك والله اذا انا عندي الم حسشي زيه قبل كده الالم ده ممكن يكون موجود في واحد من المناطق دي ممكن يكون عند منطقة نهاية الاطلاع بالفرتبري او في المنطقة دي اللي هي الجنب بتاع الابدومين الول لحد ما توصل لمنطقة البلفيس او اللوين المنطقة دي بيحصل فيها ريفيرل البين بتاع اليوريتر لانها بتتغزى كاكوتينيس انيرفيشن بيرولها كاكوتينيس انيرفيشن بنفس النيرفات او بنفس الروتس اللي بتروح تغزي اليوريتر فده مصطلح ريفيرد بين لما يكون اليوريتر بيجي منه نيرف يروح لجزء في الاسبينا الكورد ونفس الجزء ده من الاسبينا الكورد بيجيلو نيرف تنسيشن من اريا تانية في الاسكن لما يحصل بين في اليوريتر تحس انت البين في الاريا و اتستفعها في hizoساب اللغة وهي الريطان صلة التي يجب الى stat connects a common roots الريطان بشكل الريطان